وفي بغداد حيث مراسم العيد تفرض أجواء من التواصل المحلي والإقليمي بحث رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع الرئيس السوري وملك الأردن وأمير الكويت الأفاق الجديدة للعلاقات المشتركة على قاعدة جديدة من التكامل وتوازن المصالح السوداني وخلال اتصالات هاتفية مع القيادات الإقليمية شدد على فتح صفحة جديدة من العلاقات التي توازن بين مصالح كل دولة وتحافظ على التكامل العربي في استقرار المنطقة وحماية مواردها وطموحات شعوبها مؤكدا التزام العراق باستراتيجية جديدة من الشراكة المتوازنة والعلاقات المستقرة الضامنة لسيادة دول المنطقة